ناس كتير من انا بتحلم ببشرة صافية شعر قوي مفاصل قوية جسم بيحارب الشيخوخة والتجعين ولو دورنا على كل الكلام ده هنلاقي كلمة السر هي الكولاجين الكولاجين من الحاجات الكويسة جدا الممتازة ولكن فيه مشكلتين اول مشكلة ان بعد سن الثلاثين بيبدأ انتاجه يقل وبعد سن الاربعين بيبدأ انتاجه يقل جدا كمان المكملات الغذائية اللي موجودة في الصيدلية تمان هيعتبر غالي شويتين ثلاثة كده مشكل الناس بتعرف تجيبه هنتكلم النهاردة على مشروب ممكن تعمله في البيت يعتبر مشروب كولاجين ببلاش ازاي تقدر تحضره و ازاي تقدر تعمله ويكون لنفس الفعالية بتاعة المكملات الغذائية اللي موجودة في الصيدلية فيها كولاجين لبمفاصل قوية وعظم قوي وبشرة صافية مقامل التجعيد الكولاجين المجاني من جوا الصيدلية السلام عليكم و اهلا بكم من جوا الصيدلية ومحتوى مهم جدا عن تحضير المشروب المجاني للكولاجين ولو حبنا نتكلم عن الكولاجين في البداية فالكولاجين ده اكبر بروتين موجود ومنتشر في جسم الانسان يمكن الكولاجين فيه 28 نوع لكن اهم اربع انواع موجودين في الانسجة الضمة وفي المفاصل والغضريف في الاوعية الدموية وكمان في البشرة والشعر واتكلمنا ان بعد سن الثلاثين بيبدأ انتاج الكولاجين يقل وكمان عشان كده لازم نحضره او نستعمل مكملات غذائية موجودة في الصيدلية عرفنا نستعملها ده شيء كويس لكن لو مش هنقدر نستعملها وعايزين حاجة تكون في المتناول هنعمل المشروب اللي احنا نتكلم عنه نتكلم عن مشروب شربة عظام الابقار او البون مارو بروس من الحاجات الكويسة جدا 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 ويمكن هي اقوى من شربة عظام الدجاج او الاسماك لان الكولاجين اللي فيها احنا قلنا هم 28 نوع شربة عظام الابقار بتوفر اتنين نوع او نوعين من الكولاجين الكولاجين رقم واحد والكولاجين رقم ثلاثة ودول مهمين جدا لان هم دول موجودين في المفاصل وفي الغضاريف وكمان موجودين في البشرة والشعر والضوافر عشان كده شربة العظام او شربة المواسير زي ما بنقول بتعتبر بتوفر عظام قوية وفي نفس الوقت بشرة صافية شعر قوي وفي نفس الوقت ضوافر قوية ومتيلة شربة العظام قوية دي مصدر غاني جدا ليس كمان فيها كولاجين ذا فيها فيتامينات ومعادن عالية جدا مصدر عالي جدا للبيتامينات زي فيتامين اي وبيتامين به ثلاثة كمان فيها الملاح مهمة جدا ومعادن زي الكالسيوم والماغنسيوم والزينك يعني واجبة تقوم وتكاملة وكمان فيها اهمهم جدا حمود اميني يمهما اهمهمهم انه خمد الامين يقوي من الجلطات ومزيب للجلاطات يحافظ على سلامة الأوعية الدموية ويقلل الأمراض المزمنة ويخفز سكر الدم ويحسن جودة النوم أما الحمد الأمين الثاني الموجود في الكولاجين الموجود في عظم الأبقار هو الجلايسين والجلايسين ده بقى المسؤول عن الفوايد المشهورة للكولاجين يعني لو بتعاني من التهف المفاصل التهف الغضريف عندك مشاكل في البشرة وفي الشعر يقاوم التجعيد حاجة كويسة جدا وتعتبر وجبة غزائية متكملة هل يا ترى الشربة اللي احنا هنحضرها دي تقارن بمكملات الغزائية اللي موجودة في الصيدلية وفيها كولاجين تقارن وتقارن جدا بالمكملات دي لأن هي تعتبر الكولاجين اللي احنا جايبينه ده من عظام الأبقار اللي هو أقوى يعني حيوان وفيه زي ما قلنا كولاجين بيشتغل على المفاصل والكولاجين بيشتغل على الجلد والبشرة والقوعات الدموية والأمعاء كمان أهم حاجة بس انت اللي بينقص الحربة دي عن المكملات الغزائية дан الموجودة في الصيدلية فيتامين سي لأن المكملات الغزائية فيها فيتامين سي مع الكولاجين احنا الشربة اللي احنا هنعملها دي لو حطينا عليها لمونة كاملة نعصرها عليها او لو مش هناخد اللمون ناخد مثلا حاجة فيها سورس الفيتامين سي لو مش بنحب اللمون يعني مثلا زي الفيتا سيت سي اقراس فوارة او السيريطارد كابسولات مرة يوميا مع الشربة دي بيحسن انتصاص الكولوجين بنسبة كبيرة جدا وبالتالي بيحفز انتاج الكولوجين كمان الداخلي فانت الفيتامين سي مع الشربة دي بانت عندك مكمل غزائي محترم جدا يكاد يكون مساوي للمكملات اللي موجودة في الصيدلية عشان كده لو انت سنك اكتر من الخمسة وثلاثين لازم تكون الشربة دي روتيني يومي في نظامك الغزائي بتبدأ بعد سن الخمسة وثلاثين قلناك كولوجين بيقل بتبدأ تيبس المفاصل ومشاكل الغضريف تبدأ تبان كمان جودة النوم والتجاعيد ومشاكل البشرة والشعر تبدأ تبان عشان كده شربة العظام تعتبر حاجة كويسة جدا وجبة محترمة او حاجة محترمة جدا هنقول لكم ازاي دلوقتي نقدر نحضرها حتى لو مش بتحب تشرب الشربة ممكن يعني تعملها وما تشربهاش نقول لكم تستعملوها ازاي وتديكو الفايدة المطلوبة هنتكلم دلوقتي ازاي نقدر نحضرها اول حاجة لما تيجي تجيب العظام اللي هتعملها الشربة تكون بالشكل ده تكون عظام فيها مادة النخاع اللي هو البون مارو عشان هو ده المادة اللي بتبقى فيها الفايدة بالكولوجين والاملاح والمعادن والاحماض الامنية وكل حاجة ما تجيبش عظام فاضية عشان مش هتديك الفايدة المطلوبة ويبقى تأثيرها اقل كتير جدا نجيب اناء كبير ونحط نصفه مية ونبدأ نغلي المية ديت ونحط عليها عشان تبقى شربة محببة ليك الحاجات اللي ممكن تخليها طعمها مستساغ او دلشيس بالنسبالك زي مثلا تحط عليها ملح فلفل التوابل اللي بتحبها ممكن حبهان ورق لورو جزرايا طمط ماية اي حاجة بتحبها ممكن تديها طعم يكون محبب ليك ممكن تحطها فيها اول ما المية بقى تبدأ تغلي هنبدأ نجيب العظام اللي احنا محضرينها ونحطها في المية واول ما تبدأ تغلي هنبدأ ننقل الاناء بتاعنا من علي العين الكبيرة بتاعت البوتاجاز العين البوتاجاز تكون عليها النار اوطب كتير يعني زي ما تكون شمعة كده بسيطة ونحطها لمدة من 9 ل 12 ساعة ايوه من 9 ل 12 ساعة عشان تبدأ العظام دي تغلي علي نار هادي خالص تكون يعني تكون بتغلي حاجة بسيطة جدا ويبدأ نستخلص الفوائد بتاعتها اذا كانت من العظام او من النخاع اللي موجودة في العظام طب هنسيبها من 9 ل 12 ساعة متكاملة طب اكيد المية هتبخر فعلا كل ساعة لازم تبص عليها لو المية بدأت تقل هتعمل هي هتجيب كمية مية مساوية اللي اتبخرت تغليها الاول علي عين تانية واتحط المية المغلية دي علي الاناء اللي احطينا عليه الشربة بحيث ان هي تبدأ تغلي تحافظ علي قدر كمية المية دي وتبدأ تغلي علي نار هادية جدا بعد 12 ساعة هتلاقي المواسير او العظام بدأت فاضية كده معنى كده ان كل الفوائد اللي موجودة في العظام او في النخاع نزلت فيه الشربة نسيب بقى الشربة دي تبرد وبعد ما نسيبها تبرد ممكن نحطها في اكياس او نحطها افضل حاجة في مكعبات زي الايس كيوب كده نحطها فيها ونحطها في الفريزر لو ممكن نشرب منها كل يوم نطلع عدد من المكعبات ونسخنه ومننساش نحط عليها لمونة كبيرة عشان نوفر السورس الفيتامين سي طب لو مش بتحب تشرب الشربة دي ممكن تاخد مكعبين ثلاثة وتحطهم علي الخضار بتاعك او حتى علي شربة الخضار بحيث ان انت تاخد الفوائد بتاعتها العظيمة من الكوليج ما تنساش بس تعمل الموضوع ده في يوم الاجازة بتاعك لان هتقعد من 9 ل 12 ساعة كل ساعة ولا ساعة ونص بتشقر علي الشربة دي فمعنى كده ان انت محتاج تفرغ ليها اعمل كمية كبيرة على قد ما تقدر بحيث ان انت تخزنها في الفريزر وتاخد كل يوم لو بتعاني من خشونة المفاصل او عشان تحارب التجعيد كمية محددة من المكعبات اللي حطتها في الفريزر اذا كان في صورة شربة او على الخضار او في شربة الخضار او حتى يعني اسوأ حاجة ممكن تحطها علي الرز لاننا مش بنحب النشويات تبقى مختلطة بالكولاجين عشان بتقلل انتاج الكولاجين ولكن يعني لو ما بتحبش الشربة او كده ممكن تحطها حتى علي الرزة هتاخد برضو شوية من الفوائد دي ده كان محتوانة عن الكولاجين يعني حاجة غنيه عن التعريف معروف معروف فوائده ولكن حبنا نعرفكو ان انت لو مش قادر تجيب المكملات الغذائية وسنك تخطى الثلاثين ممكن تعمل المشروب ده حاجة كويسة جدا مفيدة جدا وسهلة وفي نفس الوقت ان شاء الله تكون غير مكلفة اللي يجرب الشربة دي واذا كان حبها او محبهاش فرقت معاه او مفرقتش معاه يعرفنا في الكومنتات ونلتقي في محتويات جديدة تكون مفيدة من جوا الصيدلات